ده انت زي ما تكوني ميتة بقى لك اسبوع. وانا اصاك انت كمان ما تخلصني بقى من انا فيه ده. اه هاها ادخل المعمل زي خرجوا ده انا لما صدقت انت جيتي. يلا مستعدة. معالش معالش. طبعا. نعم ونزاح. وانت تعمل فين كده ليه? ما انت اللي تقلت. معلش يا ناتاشا ما لقيتش حل الا كده. تعالي تعالي عودة فضالي فكي الطرحة كده وخدي راحتك المعمل بتاعك. لا فكي طرحة ايه? لا طبعا يا خولي. ما انت بتوقفي في الحارة بشعرك. ايه والحارة والاهلي وناسي. لكن انا هنا برا الحارة. لازم اتستر. كدريبة جدا يا ناتاشا. ايش معنى يعني? اصل انت بتقلعي في الحارة وتيجي هنا تسطوري نفسك هم العكس هم بيسطوروا نفسه في بيوتهم ويوجو هنا المعمل يقلعها. تعالى كده بقيت اعرف بقية كتير قوي. لان انا عمري معرفت بنات. هي واحدة بس امي خطبتها اللي كده صالونات. بس خط غراضي منها ورمتها. ينهارك يسود ومنيل? انت ما عندك شو الاية ولا ايه? لأ انت بماغك راحت فين? انا قصد يعني ان انا كنت باستخدمها كفار تجارب وتخلص العلاقة على كده. اه. يعني او انت دلوقتي مفيش حد في حياتك? مفيش في حياتي دلوقتي غير شفيقة. تعالي عبطتك على شفيقة. شفيقة. دي نتاشا اللي كنت بكلمك عنها. لأ شفيقة. شفيقة لأ بلاش الحركات دي احنا عندنا ضيوف. ايه ده يا سيبيرا? دي حلوة قوي اللي جاب لك يخليه لك. ما تقفل ايه? شفيقة. دي حلوة قوي قوي يا سيبيرا. لأ شوف يا نتاشا اللي حتشوفيه في المعمل ده مش حتشوفيه في اي حتة في العالم. ايه العسل ده? عسولة. عسولة. قص المراية دي. ايه يعني? مراية زي اياته ومراية يعني. لا دي مش مراية عادية. قليبي كده في الزراير. ايه ده? دي حلوة قوي يا سيبيرا. دي شبه الخلق الناطق. قليبي قليبي. ايه ده? سودا? لا يا اخو يا رجعني تاني. قليبي قليبي. ايه ده? ايه ده? يا حلوة. الله. دي حلوة قوي يا دكتور. انا هاخدها ليا دي. تخديها ليك بس بشرط. ايه شرط? ما بتحييتك كلها شرط. مش عايز اسمع دكتور دي تاني. زي ما بقولك يا نتاشا تقولي لي يا بيرم. ماشي يا بيرم. انا هاخد المراية. ماشي يا ايه? بيرم. بيرم. وليك شطور زي الاول. تعال اوليكي. شفت الجهاز ده? وده ايه ده كمان? ده زي جهاز كشف كتب كده انا اخترعته. زي اللي قاعد عليه جمعة الشوال. صح? اه هو اللي قاعد عليه جمعة الشوال. بتحبي تجربين? لا يا اخو. انا يكهربني. هو بيكهرب اللي ما اجدل بس. انتي ناوية تجدبي? لاو انا اجدب ليه انا ما عنديش حاجة يا اخويا اجدب بعدي. بس تعالي يا ربوك تعالي ما تخافيش. قاعد. استنى اجدولك. حطي ايديك انا وهنا. حطي ايدك ما تخافيش. حطي ايدك انا. يا بنتي حطي هو انا حاعدمك ما تخافيش حطي ايدك. طيب امسك البوقت بتاعي. ها جاهزة? كل اللي مطلوب منك انك تقولي الحقيقة وبس. لو فكرت تجدبي في ايد حطي اضرابك على المالك بالراحة كده متخافيش. مجاهزة? قولي يا ناتيشة اسمك ايه? انت لسه ايه ناتيشة. ولا حد. ايه حد. اسم ابوك ايه? ابوك اسمه هيسة. ايه ده? ما لازم تاخذي على الفاكي في حد يبقى اسمه هيسة. اسمه راجب راجب السيد كوت كوت وبيقولولي على هيسة. خلاص ما تحوريش. جاوب على طول. ساكنة فيه. في العباجية. تشتغلي ايه? على عربية الكبد اما انت عارف. في حد في حياتك? يعني ايه في حد في حياتي تسأل ده. ايه ده حد في حياتك دي. ما تحوريش. في حد في حياتك? مش هو ايه ده? مش هو ايه? يا راوي. ما تحوريش. في حد في حياتك? انا عايزة امشي بلا يا اخويا يا ستين. على فكرة البيت فقد انطائرة بالبشماندس ابنودي. اه ما انا قلت له يخرجها النهاردة يفسحها ويشتري لها هدية كده عشان تشبط فيها اكتر. بس اه بقى دكتور مش اصول يعني ان هما يفضلوا راحين جايين مع بعض كده وهو لسه ما شبكاش. انت خايف عليها منه ولا خايف عليه منها? لا مش القصد بس العادات والاقاليم عندنا بتقول يعني انه لازم على اقل يكون شبكها او كاتب عليها. مم. ده انا حتى يعني لما قلت اه يقولاش يعني بعتبرك اخويا او صاحبي يعني ما كنتش بعتلك البيت ناتاشا لوحدها مبارح. واضح ان انت اه بتعز ناتاشا شكلك بتغير عليها جميل. طبعا. ده انا وهي اوفاة متربين في فرشة واحدة. اختك? اي. ازبط بقى عشان ازبط عليك الكتب. ماشي بس اه انا كنت بقول اروح اعمال صريحة لطول بدا الهم اللي انت فيه ده. لا الهم اللي انا فيه ده احسن. عشان اضمن انك حتقول اللي انا عايزه. ما تفتيش من دماغي. الله يحرق ام المنطرون اللي دخل الشيطان بيننا. مفيش لك خالص. عصفور انا قلت هلك مليون مرة قبل كده وحقولها لك تاني. انت ايه عصفور? انا صوبر. يعني ايه? يعني قوي. قوي ايه? قوي جدا. بس ايه? بس غبي. غبي جدا. يعني انت من غير ايه? اه من غير كالسوح. فلازم تعيش لك ايه? كعبد. عبد لونه ايه? لونه ايه سود. يا امه هيحصل لك ايه? هتديني بالجازمة. علي ايه? على دماغي. مرافو عليك يا عصفور. طبع بقى اللي انت حافظه. وصة الدماغة دكتور. يلا. تريتو وانتور. نلبس دلقة ولا ما تستطعبطش. يا دلمسك. صور يا عم. موضوعنا باختصار عن شاب مصري. يشرفني انه يكون من نفس القرية اللي انا تولدت فيها. والحقيقة زي ما هو كان محظوظ بيا. انا برضو كنت محظوظ بيا. ايوة. هو كان محظوظ بيا. لان الرجل العنابي اطراب على ادية. وكبر قصاد عينية. واول مرة يطير فيها كنت انا اللي شايله. وتبنيته ودعمته. لحد ما بقى سوبر هيرو. سيتو مسمع في الدنيا كلها. وزي بصريح الفيل كان ليه الصبق في توقيع العنابي لحزب الصراحة راحة. حيكون صريح الفيل برضو ليه الصبق في ظهور العنابي مباشر وحصري هنا في البرنامج بتاعنا. حبيبي معانا مكالم التليفون صوت وصورة للرجل العنابي في مقبأه السري. الذي لا يعرفه احد غيري. قلوب يا عنابي. قلوب بسم الله الرحمن الرحيم. ازا احد اناك مش مانت الصريح. انا سعيد جدا ان انا مع ساعدتك هواء. انا كان نفس اطلعه مع ساعدتك من زمان. بس ظروف مسامحتش. انت جميل يا عنابي. انت امر ومنور كل حاجة حلوة. واحنا كلنا بنحبك. ربنا اخليك مش مانت الصريح احنا يعني خدمين الجزء. لا عفو لا عفو. دلتائبني يا عنابي. انا عايزك تقول لي بها بمنتهى الصراحة. كأنك ما بتكلمش صريحي لفين. بمنتهى الصراحة يا عنابي. ايه اللي خلاك تفضل. حزب الصراحة راحة عن اي حزب تاني. حقيقة لان هو اقرب حزب من بيتي. فبركب لحد رمسيس. واتمشى لحتة الفضلة دي. عسل يا عنابي. عسل طول عمره كيف لي نقطة يعني. لاب من صغرق انت تحب اتدعك. ولا باتدعك بجد يعني. لا بجد بقى يعني بقول لي. وقول لي بجد اه. ايه اللي خلاك توقع لحزب الصراحة راحة. انا مضيت مع حزب الصراحة راحة. انا مضيت مع حزب الصراحة. 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 انا مضيت مع حزب الصرا